بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي وبناتي لكم تحياتي. ابنائي وبناتي طلبة الصف الاول الثانوي. اهلا بكم في مراجعة ليلة الامتحان في مادة الكامستري. وان شاء الله تكون مراجعة مفيدة لكم بازن الله. اول حاجة هنشتغل مع بعض دي. وانا هطلق الفايل بتاعها في صندوق الوصف بحيث اللي عايز ينزلها من الموقع بتاع الملزمة. ويشتغل معنا وان شاء الله تلمله افكار كتير جدا. الاول الاسئلة بتاعت والاسئلة البسيطة نحلها مع بعض وبعد كده نمسك المسائل ونحلها مع بعض خطوة وازاي نعرف نحل اي عندنا في الكامستري. اه وان شاء الله تكون مراجعة مفيدة لكم جميعا ويا الله بينا. اول حاجة عندنا في الاولانية. اه حمسك كده الاولاني بيقول لي. ومديني المولر ماس بتاعت الالكي اه بثيرتين والاوب سكستين والايتش ايكوال وان بعد كده عايز يحسب المولر هيت اف سلوسيون اف بوتاسيوم هيدروكسايد. طيب مبدئيا كده كلمة مولر هيت اف سلوسيون. مولر هيت اف سلوسيون معناها ان الهيت اللي هتكون او هتكون او هتكون او ريز يعني عايز اعرف كمية الانرجي اللي هتطلع او اللي هتدخل لما اعمل من البوتاسيوم هيدروكسايد. طيب طبعا البوتاسيوم هيدروكسايد زي السوديوم هيدروكسايد. الرياكشن بيكون بيعمل لانرجي. اول حاجة هعملها هحسب الكيو. احنا عندنا الكيو بي ايكوال ام سي دلتا تي. وده ايما في حالة او في حالة بيستخدم ماشي بيكون عندنا اللي هو بتاعت كله. عندنا اللي هي ايكوال وان ساوزن. وبنستخدم بتاعت الووتر اللي هي بتكون اه فور بوينت اي تين. طيب تعاكد هنشتغل هنشوف هنشتغل المسألة دي ازاي. اول حاجة هعملها هحسب الكيو بي. فعندنا الكيو بي ايكوال ام سي دلتا تي. عندنا الام اللي هي هاخد الفوليوم اللي هي ايكوال وان ليتر يعني وان ساوزن. طايمز السي اللي هي فور بوينت اتين بتاعت الووتر اللي هي كانت سيكس. ومن هنا هنحسب الكيو. هنمسك الكالكوليتر بتاعتنا ونشتغل بيها ان شاء الله. هتطلع. two eight eight zero zero point two jول. طيب لو عايزة بالكيلو جول هعمل الرقم ده دي والات ساوزن. هتطلع. two eight point eight كيلو جول. ده الكيو اللي هتطلع. طيب. تعال بقى نشتغل نجيب المولر ماس. المولر ماس بتاعت البوتاسم هيدروكسايد الكيو او ايتش. الكي عندنا ايكول. تيرتي ناين. وال او ايكول سكستين. وال ايتش ايكول ون. هتطلع ده المولر ماس. طيب. ثم سنقوم بقى ن نمبر مولز سنقوم بقى ن ن ن equal mass over molar mass المسألة 28 g ومولرمass equal 56 تطلع او بوينت فايف مول. بعد كده عندنا الرول بتقول ان الديلتا ايج ايقوال نيجاتف كيو بي اوور الان ايقوال نيجاتف تويني ايت بوينت ايت دي وايد او بوينت فايف. هتطلع اولاد بي ناجاتف سيفن بوينت سيكس كيلو جول بير مول. ليه هنا قلت بير مول مولتش في الاولانية بير مول? لان الاولانية كنت اعمل لماس. ما اعرفش الماس دي كم مول. ليه كانت لكن انا هنا بحسب الدلتا ايتش وبحسب بالمولر هي تقف صلوشن يعني لكل واحد مول. فعشان كده قلنا ايقوال نيجاتف سيفن بوينت سيكس كيلو جول بير مول. عشان كده هتكون الانسر بتاعتنا في السؤال اللي هي هتكون هنا نيجاتف سيفن بوينت سيكس كيلو جول بير مول هتكون دي. هنا الكواتش النبر وان هتكون الانسر نيجاتف سيفن بوينت سيكس. طيب تعال نشوف الكواتشن التاني بيقول. اول حاجة لازم نركز في القاتل. لما يجيب لي اكواجن ويقول لي هيت اوف فورميشن. ازاي اعرف ان الاكواجن دي بتعبر عن هيت اوف فورميشن. اول حاجة لازم تكون في صورة يعني ايتش تو بي ار تو اا ماينفعش يكون فيها كومباوند. فعشان اول حاجة احكم على الاكواجن ان هي هيت اوف فورميشن. لازم تكون في صورة المز. دي اول حاجة. طيب امتى اقول ان دلتا ايتش دي هي اا المولر هيت اوف فورميشن. لازم تشوفيه شرط تاني. يكون ان البرودكتس عبارة عن وان مول. طيب لو عندي كانت عبارة عن المز. لكن طلعتلي البرودكتس عبارة عن تو مولز. زي مسلا بيقول لي ايتش ايتش تو بلس بي ار تو هيطلع ايتش ايكول تيرتي سيكس بوينت توني ثري كالجول. هنا الدلتا ايتش ديت ماينفعش اقول عليها مولر هيت اوف فورميشن. ليه? لان البرودكت اتنين مول. لو عايز اجيب مولر هيت اوف فورميشن. لازم اعمل ديفيجن او اعمل ديفايد تو على ليه تيرتي سيكس. لما اختار ايت اوف فورميشن. اولا في كل العبارة عن لكن لازم اختار ان هي تكون اه البرودكت عبارة عن وان مول. طيب احنا عندنا هنا. عندنا وعندنا 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 لكن بي وسي مستبعدين لان عبارة عن اتنين مول. انا عايز اجيب مولر هيت اوف فورميشن. يعني هيت اوف فورميشن اوف وان مول. يبقى انا كده محصور في ايه ودي. طيب اختار ان هي واحدة فيهم. ركز كده في اول واحدة. قال لي ان بيكون لازان يعني البرودكت عنده اقل من ده معناه ان هيكون اجدوثيرميك. معناه ان الرياكشن اجدوثيرميك يعني هتكون دلتا ايتش بالنجاتف. يبقى عندي هنا الانسر هتكون لتر دي. يبقى هنا هاب ايتش تو بلاس هاب بي ار تو هيطلع ايتش بي ار والدلتا ايتش ايكون نيجاتف تيرتي سيكس بوين تويني ثري. ليه اختار طاب النجاتف لان الرياكشن بيكون اجدوثيرميك. طيب ليه اجدوثيرميك? لان الهيت كونتنت بتاعت البرودكت اقالي من الهيت كونتنت بتاعت الرياكشن. تعالي نتكلم معنا الكواتشن اه نمبر ثري بيقول لي ان السيغريفيت بلاس هاب اوتو videos co ودلتا ايتش equal negative 110.3 كيلوجوه. وعندنا الالكوازين التاني بيقول لي ان السيغريفيت بلاس ايوتو. ودلتا ايتش equal negative 393.5 كيلوجوه. وي concern we that. ان المولر انثالبي الهية دلتا ايتش. ديكس ايضا 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 طويل مولر انثالبي في co ولان مولر انثالبي في سي او تو لزان دات اوف سي او. ولا المولر انثالبي بيكون للاتنين ايقوال زيرو. ولا المولر انثالبي اوف سي او تو ايقوال زات اوف سي او. عشان افهم الكواتش ندون بص معي كده. انا دلوقتي هنا هي هيها في كاربون واكسجين. ماشي? طيب. عندي هنا البرودكت مختلف. البرودكت هي مرة كاربون مونوكسايد ومرة كاربون دايكسايد. ونعليها تكون دلتا ايتش مختلفة لان البرودكت مختلفة. انا لو معي مسلا. اه كنتينر في هندرد ميلي من المي فضيته فقلي ايه? ولم فضيت الاولين داي اللي هو اندرد ميلي في ال اه اا نزل من الكونتينر واع ستين ملي سكتي ملي. لكن اه جيت لهم فضيته في الكونتينر بيه نزلي عشرين ملي. استنتج من كده ايه. استنتج من كده ان الهيت او الكباسيتي بتاعت الايه? اللي نزلت ستين ميلي اقل طبعا من الكباسيتي بتاعت البيه اللي هي توني ميلي. طيب هنا عندنا في الرياكشن دون الكاربون مونيكسايد لما تكون طلع انرجي مقدارها هندرد تان. لكن الكاربون دايكسايد لما تكون طلع انرجي مقدارها ثري هندرد استنتج من كده ان بتاعت الكاربون دايكسايد اقل طبعا من بتاعت الكاربون مونوكسايد يبقى عندنا هيكون ان المولر انثالبي او كاربون دايكسايد يبقى هنا عندنا هيكون هو الريت انسر طيب هنا بيقول لي if the separation energy of ammonium nitrate in water is 150 كيلوجول وان الhydration energy is 120 كيلوجول and the separation energy of water is 100 كيلوجول طيب هنا لازم نتكلم على اللي بيحصل فيها السولوشن او الديسولوشن ايه اللي بيحصل اول حاجة عندنا بيكون السوليوت بيكون بتاعته قريبا من بعض فلازم اعمل لها ودي بتكون اندو ثيرمل طيب انا عشان اعمل دوت محتاج هندرد كيلوجول بعد كده السوليوت اللي هي عايز المادة اللي انا بيدوي بها برضو عشان ابعد الموليكول اللي بتاعتها من بعضها محتاج اعمل ابسوربشا لي انرجي اللي هي اول واحدة اللي هندرد ففتي كيلوجول يبقى هنا عندي اتنين عندي الهندرد ففتي وعندي الون هندرد يبقى كده مجموع الابزوربت انرجي في الاستاب الاولانية اللي هي دلتا ايتش وان ودلتا ايتش تو ايكول تو هندرد ففتي بعد كده بيحصل آآ آآ ريليزنج لانرجي نتيجة السولوشن آآ بيكون مقدارها هندرد تويني كيلوجول ده معناه ان او دلتا ايتش هتكون مينس هندرد تويني يبقى لما اجا اقول كده مينس وان هندرد تويني هيطلع الناتج وان هندرد ثيرتي في البوزغتف طالما دلتا ايتش بوزغتف هيكون ريكشن اندو ثيرميك يبقى هنا هيكون اندو ثيرميك والهيد كونتنت ايكول وان هندرد آآ ثيرتي هنا الانسر هتكون لتر بي تاني شباب ان لي اخترت اندو ثيرميك عشان الديالتا ايتش طلعت لي بي اللي هي عبارة عن هندرد ففتي مينس الوان هندرد تويني هيطلعا الكبير بالبوزغتف فطلعت لي بما ان الديالتا ايتش بوزغتف يبقى الرياكشن ده اندو ثيرميك تعالي بان حالي نمبر سيكس بيقول لي مين اللي هيسخن آآ في وقت قليل يعني مين هيسخن اسرع اللي عنده اقل خلو لك السؤال ده ممكن يعكسه لك مين آآ يسخن آآ في وقت طويل يعني يسخن ببطء آآ ده بيعتمل على كل ما يكون كبيرة كل ما يكون بتحتاج وقت اكبر عشان يحصل بتاعته هنا بيقول لي مين حيسخن في وقت اقل يبقى عنده اقل اللي هي هتكون اللي هي اللي هي الو بوينت ثري ايت فايف لان ديها اقل سبسيفكات فهي هتكون اسرع سبستانس هيحصلها انكريس في التمبرتر بتاعته ايه نوم سبسيفين بيقول لي عن الجانب الى فلاي تقلق الموضوع المغادي بالتصبيل عندها في نكبر التمبر بيتفكك الي نعجي ونكبر ثري موضوع المغادي بالتصبيل يقل %22 كيلو جول بيقول لي سبسيفه اقل المغادي الجهيم تعتقد البحرق المغادي بالتصبيل المغادي بيريق شئيب طيب الموضوع سهل جدا يلا بنا نشوف تتحلل زي المسألة دي. الاول اولاد لازم نكون عارفين ان بتاعت او التفكك عكس بتاعت او التكون. هنا اللي عندنا بيقول لي ان الاتنين بتتفكك لن تو بلس تلاتة اتش تو ودلتا اتش ايكول طيب انا عايز اجيب ايض افورميشن زي ما اتفقنا ان لازم تكون هي عبارة عن فلازم اعكس يعني هجيب بس لما اعمل الخطوة دي لازم اعكس بتاعت الدلتا اتش يعني بدل ما هي بالبوزيطف هتبقى ايه بالنجدف فتكون بالصورة دي هتكون تو ان اتش ثري والدلتا اتش بقت بالصين مختلفة طيب هو عايز يجيب يعني هنا عندي البروداكت عبارة عن اتنين مول لازم اخلي البروداكت ده فهعمل ايه? هخلي كلها فتكون كده هتطلع ان اتش ثري في الحالة دي هتكون دلتا اتش ايكول نيجاتف فورتي سيكس كيلو جول بر مول خبالك ان انا في كل اللي فوق مكنتش كاتب بر مول لكن هنا في اخر ستاب كتبت كيلو جول بر مول لان عارف ان البروداكت هنا بس فعشان كده قلت ان الدلتا اتش نيجاتف فورتي سيكس كيلو جول بر مول بداية طريقة الحل هكتبها بالصورة دي هكتبها بالصورة دي بعد كده هعكس الاكواجين اجيب الرياكتنس مكان البروداكت يبقى ان تو بلاس ثلاثة اتش تو هيتطلع تو ان اتش ثري واعكسنا الصين بتاعت الدلتا اتش وبما انه عايز المولار هيت اوف فورميشن يعني عايز لون مول افلج اخلي البروداكت واحد بس فعشان كده اسمت الاكواجين كلها دي بعد تو فاطلع في الاخر الدلتا اتش ايقال نجادي فورتي سيكس كيلو جول النبل ايه بيقول لي ان دة فولو انجي ايج ان اتش تو ان اتش تو دا كومباوند اسمو هيدرا زين بلاس ال او تو بيكون ان طو بلاس تو اتش تو او ويدلتا اتش نجاتف اه فايف هندرد سبنت سفن كيلو جول وهنا من يقول لي ان اه بالارقام اللي يديها لي في التابل دي. طيب ايه المطلوب? بيقول لي يعني البوند من الان والان في بصراحة المسألة دي مسألة مضمنة في الامتحان وسهلة جدا. لازم افكرك ان الدلتا ايتش عندنا في المنهج ليها اكتر من رول. من ضمنها ان الهيت ومن ضمنها ان اقول ان الدلتا ايتش ايقوال الهيت فرميشن للبروتس مانس هيت فرميشن للرياكتنس. وخلي بالك في كل الحالتين. سو ان كان فرميشن او هيت كونتنت ان الهيت كونتنت او الهيت فرميشن لاي المنت في الايكواتين يعني قال لي فتو قال لي بي ار تو قال لي او تو زيو. لكن هو اللي عنده وهو اللي عنده اه هو اللي عنده طيب الكيس التالتة بقى اللي هي معانا دلوقتي اللي هو مديني طيب احنا عندنا اصلا عبارة عن ايه الكاميكا عبارة عن اول ستاب ان انا بعمل للموجودة في طيب عشان اكسر ده بتكون فبتكون مجموع في عشان الستاب التانية بعمل في في البرودكتس ودي بتكون يعني هنا الموجودة في البرودكتس هتكون عشان هي اكسر دماغي بقول ان الهيت ان البرودكتس ليه حطيت في النص عشان الناس متنساش ان دايما ان الهيت اللي بتطلع بتاعت البرودكتس بتكون عشان كده محتاجة تكون طيب تعاني شو بقى الكمباوند ده هتفاك ازاي او الاكويجن هتتحل ازاي اول حاجة انا هرسم البوندس اللي موجودة عندي فيه بيقول لي ان الان اتش تو ان اتش تو فهنا كل نايتروجن اه بتكون او مرتبطة بي اتنين فيكون شكل كده ده الهايدرازين والاكسجن عبارة عن او دابل بوند او والنيترون عبارة عن ان تريبل بوند ان والووتر عندي اتنين ووتر هفكيكم بالصورة دي ممكن اكتب اتنين او اكتبوا زي ما انا كتبوا كده كل مولكيول اه اتش بوند او بوند ايتش خبالك دي مش ماينس دي اسمها بوند طيب زي ما قلنا ان الدلتا اتش عبارة عن عبارة عن هنا في عبارة عن اربع من ال ان و ال اتش بلس بين ال ان و ال ان بلاس بين او وال او البرودكس عبارة عن بوند بين ال ان و ال ان واربع من ال او وال اتش تعال بقى من الجدول يا بتروا اعوط بقول ان اتش بالرقم بتاعها اللي هي تري هاندرد نينت وان العنون الي عندي رمز طلوب اكس والبو نهانا و و بالكالكوليتور يأترين اقولك ملحوظة لو اجاب لك في الامتحان. اه وقال لك احسب البوند انرجي. البوند انرجي. خلي بالك بوند انرجي في اي كمباوند لازم تطلع بالبصدف. ماشي? من هنا انا مش بحس بنا ان ده جنرالي. بتكون البوند انرجي ده متطلع لك بالبصدف. لكن ال دلتا اتش تطلع بالنجدف او تطلع بالبصدف على حسب نوع الرياكشن. هنا هنا يطلع البوند بين الان والان ايقوال وان هندرد ففتي سفن كيلو جول بير مور. تعاني شو السؤال اللي بعده بيقول لي. خلي بالك. بتكون ايقوال عادية جدا. في صورة سامبلز و فورملا. بس اه كاتب وفي نفس الوقت كاتب في اللي هي الدلتا اتش. طيب مبدئين كده ده او بيرننج فلازم يكون الدلتا اتش بالنجدف. طيب يلا نحاول الكلام ده كلمة معناه ان يتفاعل مع الاقصر. طيب اي كمباوند لما بيحصل له بيرننج بيطلع حقتين اساسيتين اللي هما مين والووتر. طيب هكتب بالصورة دي. هنا عندي الاسيتايلين سي تو اتش تو جاز. والاكسجين او تو جاز. طبعا انا بسخن طبعا فاكيده الميت واصورة فيبر. خلي بالك بقى. ده معناه ان لازم يكون ده لكل من الاسيتايلين. يعني دايما هيكون الاسيتايلين ده مول. عشان اخلي في الاخر. لازم اخلي الاسيتايلين ده واحد مول. فلما تيجي تعمل يا بطل اوعى تعمل حاجة او تحط جنب الاسيتايلين لان كده هتغير عدد المول. فبالتالي هيكون كلمة غلط. طيب لما تيجي توزن عندك هنا كام كربون عندك اتنين كربون. فحط جنب الكربون ديكساد هنا اتنين مول. طيب بعد كده. لما تيجي تعمل خلي بقى تعمل ايه? دايما يكون عدد الاتومز اللي لوحدها يعني ده الواحده. ماشي? ده اخر حاجة توزنها لاني سهل جدا تعملها. لكن تعمل بتاعت الاول. بقى عندك اتنين سي هنا. فهنا خرجت لي طيب عندك كام هايدروجين هنا? عندي خرجت في الغطر. يبقى كده الهايدرون مزبوط والكربون مزبوط. تعال بقى نعد كده الاكسجن. الاكسجن عندي هنا كام? عندي هنا اتنين اكسجن. وعندي هنا الاكسجن. اتنين وعندي كمان اكسجن في الووتر بقى كده عندي عشان اريح دماعي هنا عندي اتنين وهنا اقول كده يبقى هنا سي تو جاز. هيطلع اتنين كربون ديكساد جاز وووتر اه اتتو او جاز. والدلتا اتش ايكول نيجاتيب وان ساوزن تو هندرد ناين تي ناين كيلو جول بير مول. المسألة البعديها بيقول لي اه 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 انرجي اف سام كيميكل بونس انكيلو جول بير مول. عندي البوند بين الاتش والاتش فور هندرد تيرتو تو. والبوند من الاو والاتش خلي بالك على تليها في النسخة بتاعت البي دي اف. التانية ايتش ايتش. لا هي ده خطأ مطبعي او ايتش. فور هندرد ناين تي فور وبعد كده الاوضة بالبوند او ايكول فور هندرد ففتي ناين بيقول لي كالكليت ستاندرد هيت اوف فورميشن اوف ووتر خلي بالك كلمة ستاندرد هيت اوف فورميشن يعني عايز الهيت اللي هتطلع لما اكون وان مول من الووتر يعني لازم يكون البرودكت عبارة عن وان مول فيكون شكل كده طيب انا ليه ما قلتش مسلا تو اتش تو بلاس او تو يطلع لي تو اتش انا قلت لك كلمة يعني لازم يكون البرودكت او اللي بتكلم عنه وان مول فعشان نخلي البرودكت وان مول لازم احطه قدام الاكسجين هاف او تو طيب زي ما اتفقنا انا بنعمل ايه بنترجم الرياكشن ليه بونس بقول ان البوند هنا عبارة عن الرياكتنس ايتش بوند ايتش بلاس هاف او دابل بوند او وعندي هنا ماينس البوند اللي في البرودكس اتفقنا ان الماينس دي لان اصلا تكوين البوند في البرودكس بيكون عند اتنين بوند بنقول ايتش فيكون عندنا ايتش اه بوند ايتش بفور هندرد ثيرتي تو بلاس هاف تايمس فور هندرد ففتي نين مينس تو تايمس فور نين فور يطلع في الاخر دلتا ايتش ايكول نيجاتيب ثري هندرد تويني سيكس بويني سيكس اعلى من الرياكتنس يعني الخط الجراف طالع لفوق اما لو كان ايجدو ثيرميك هيكون البرودكس لزا ده رياكتنس يعني الخط نازل لتحت هاني بقولي ده ريليز دي انرجي وبانا كده بدور عن الرياكشن بيكون ايجدو ثيرميك يعني الجراف نازل لتحت ده معناه الجراف نازل لتحت وانا بتكلم في سي او دي طيب مين فيهن اكبر اكبر انيجي؟ ااخذ اكبر فرق بين الراءكتنس والبرودكس فإكون اكبر فرق بين الخطين بتاع الراءكتنس والاخيب تسطع البرودكس إطلع علي اللي هو لتر سي الدهורה لان اكبر فرق بين الراءكتنس والبرودكس سيكون في سي الدهkus الانسر هيكون لاتطع سي السؤال الذي بيقولي عندهم الماس examination بمتساوية. بص يا احنا اتفقنا ان هي اللي بيعتمد عليها لو كانت كبيرة تاخد وقت طويل عشان تسخن وكذلك تاخد وقت طويل عشان تبرد. والعكس لو قليلة يبقى هنا يحصل لها بسرعة. ويحصل لها بسرعة. طيب انا عايز مين? من اللي هتبرد فقط طول جدا? يبقى هاخد الاعلى هيت. من الاعلى هنا? يبقى الانسر هتكون اللي هي اعلى او بوينت ايتي ايت اا او بوينت ايت ساوزن ايتي سابن اا جول جرام سلسس ديجري. بالانسر هنا هناخد سي. ليه خدنا سي اولاد? قلنا اللي ان دي اعلى سبسفيك هيت. فده هتكون الانسر. البرولم اللي بعدها. سوري. بيقولي. برضو هي نفس الفكرة بس بطريقة تانية. هنا عندي سبستانس وعند التمبريتشر. انا هنا سخنتهم لنفس الوقت. اتفقنا يا شباب. طالما سخنتهم لنفس الوقت. اللي هتسخن اكتر بدي اقل اسبسفيك هيت. واللي هتسخن لأقل تمبريتشر بدي اعلى اسبسفيك هيت. ده معناه هنا. اللي هنا الانسر اللي هيكون هنا مين عندها اعلى اسبسفيك هيت. اللي يعيني ما زاديتش في درجة الحرارة كتير قوي. اللي هي هتكون الانسر هتكون لتر اه دي. بالاجابة عندي هتكون دي. بالانسر دي. ليه? لان هي اقل في التمبريتشر. وقلنا ان الزيادة في التمبريتشر بتكون مع الاسبسفيك هيت. يبقى دي اقل الارتفاع في التمبريتشر هنا. بديية اعلى اسبسفيك هيت. اه نمبر ففتين بيقول لي ده فولوينج جراف ريبريزنت زا دلتا ايش اف ري اكشن. طيب تعالي نشوفوا الجراف الاول. الجراف ده عند وعند طيب هنا الجراف نازل لتحت ولا طالع لفوق الجراف نازل لتحت. نازل لتحت ده بنقولها كده يعني اه اختصار يعني. بس هنا الهيت كونتنت تاعت الرياكتنس اعلى من الهيت كونتنت تاعت البرودكس. يبقى رياجشن ده طيب طالما رياجشن اجدو ثيرميك فبقول ان الرياكتنس او رياكتنس مور دان البرودكس. طيب بما انه هيكون دلتا ايش بلا ايه بالناجتف. يبقى انا لما اجي احل السؤال ده بقول هاخد ايش بيقولي. هل هي ايش بازل دلتا ايش بازل. اه نمبر ثري هل هل هي اللي صح. ان الهيت كونتنت اكبر من الهيت كونتنت تاعت الرياكتنس بيكون اجدو ثيرمي كبالانسر هتكون دي. خلاص? اه المسألة نمبر سكستين هي مسألة واخدناها قبل كده. عايز الهيت افورميشن افور دي افورم. طيب. نمبر سبنتين بيقولي the heat content of hydrogen is less than the elements. so the chemical the equation represent the heat of formation. اه ودي برضو كانت اه تحلت قبل كده وده repeated question. اه نمبر اتين بيقولي a company wants to measure the heat of combustion of a fuel. which one of the following is used? عشان هاي احسب محتاج هال ثرمومتر ولا بومب كالوري ميتر ولا ولا الانترنل والكوفي كاب كالوري ميتر طبعا طالما فيها كومبوسشن يبقى هاخد البومب كالوري ميتر بالانسر لترنل بي. طيب نمبر انتين بيقولي the stability of atoms اه اول حاجة الراشو الاولانية pe divided by z ده the binding energy divided الماس نمبر اللي هي. طبعا الاستابلتي بتزيد. طيب والراشيو n to z. الراشو هنا. هنا الاستابلتي او the atom nuclei بتدبند على الاستابلتي على الاستابلتي يبقى لازم تزيد. كل ما يزيد الاستابلتي بتزيد. اما الراشيو n to z طبعا. طبعا لحد بتبقى equal one. لكن لو زادت عن one لحد one point five. بتبقى كده. فيتكون الانسر هنا هاختار ان تزيد. اما الراشيو بتوين ال n وال z. اللي هي 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 تقل. يبقى increase. طيب اللي بعديها او الكواتسي نمبر تواني بيقول لي the following delta h represents heat of. طيب. بصوا على الاكواجين كده. s o two plus o two. آآ بتدينا s o three with delta h ايقوة ناين ايت كيلو جول. آآ آآ ناينتي ايت كيلو جول. هل ده بيعبر عن. لأ طبعا لانا مش مدوب في مية. ما فيش في طيب. طيب هل ده بيعبر عن احنا اتفاقنا شرط لازم تكون في صورة وعندين هنا كومباوند اللي هو فما تنفعش تكون فورميشن. طب تنفع ايوة ينفع لان معناها مع الاكسجين سواء كان اللي بتفعل ده ايلمنت او بيكون آآ كومباوند فتكون الان